بسم الله الرحمن الرحيم احنا النهاردة يا شباب حد فيكو عارف ايه المنزل اللي احنا شايفينه الاطفال دول بلعبوا لعبة ايه؟ يا شباب يواني الدكتور ممكن تكتبوا على الشاتف اللي هيشارك معانا يرفع ايدو كده يا شباب اكتبوا على الشاتف يا شباب اكتبوا على الشاتف يا شباب دي حاجة بس بسيطة كده اكتبوا على الشاتف يلا ايه ماء اه انا متحدثة افندم لعبة هايد انتك دي الابطر استغمية؟ با الضبط كده الغمائد حاوليست غمي. هو في الغمي ده دول الاطفال بيعملوا ايه? واحد بيستخبأ والتاني بيدور عليه صح? تمام صح. تمام. هو ده اللي احنا هنعمله النهاردة. هو احنا النهاردة هنعمل ايه? احنا اول خطوة بنعملها لما نيجي نبص على فحص اشعة او نكتب تقرير اشعة. بنعمل ايه? بنعمل اللي هما دي تيكشن دي سكريبشن دي فريلشن دي اجنوزيز وبعدين دي اجنوزيز. تمام? وفي الاخر لو احنا عاوزين نخليها ايه? اه فور دي وواحد اخرى. طيب الديتكشن هنقول بعد شوية في اكتر في بيبرز كتيرة ما فيه ارتكالز كتيرة منشورة في الحكاية دي اخطاء دكاترة الاشعة. ايه اللي بيخلي ايه اللي بيخلي واحد ممكن يكتب تقرير غلط? سواء في يعني او حتى في الامتحانات. حوالي تلاتين في المية من اخطاء دكاترة الاشعة ان هم اصلا ما عملوش دي تكشن للليجن. ما شافوش الليجن اصلا. ما شافوش الابنورماليتي. وانت لو مشوفتش الابنورماليتي ولا هتعمل لها ديسكريبشن ولا هتحط لها دي فينشل دياجنوزيز. واكيد مش هتحط لها دياجنوزيز. فدي نقطة مهمة جدا. اللي هي الديتكشن. علشان نتلافى ان احنا نتلافى ان احنا نعمل حاجة في الديتكشن. نتلافى ان احنا تفوتنا حاجة ما يكون في ابنورماليتي واحنا ما شافونا هاش. لازم يكون عندنا تشيك لست للفحص اللي عندنا. تمام? وبالتالي انه ما بنبص على الفحص بسيستم معين. مش اول ما نشوف مثلا فايندين جيبة خلاص هي دي اللي عندنا ونقف عند كان. او اذا نكتب الفحص نورمل وهو تكون فيه اه مصيب. تمام? فالنهاردة بغض النظر عن بقية الايتمز النهاردة هنبص على كيسز هي الاصل فيها المشكلة فيها ان احنا نديتكت الليجن. تمام? يبقى الليجن هيبقى مستخبي واحنا هندور عليه. دي 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 واحدة من اللي منشورة في بتتكلم على في الراديولوجيكال انتربريتشن. يا اما في انت ما تشوفش اصلا الليجن. يا اما تعمل له اه اه بطريقة اه اه غلط يعني. والاناليسز بطريقة غلط دوله اكتر من من صد طيب. وايه بقى اللي يخلي الراديولوجيكال ما يكتب تقريرها يعني يبقى فيه عنده ارر او يبقى عنده مشكلة. يا اما هو هو نفسه عنده مشكلة يا اما حاجات في الالبروبلم اللي حصله او للارر اللي حصله يعني. تمام? طيب. على ثان نكسب وقت حنبتدي عضو. هي دينة خيكليست لو انتو راجعتوا المحاضرات اللي بيحضر بعين من قبل كده هو قردي موجودة على يوتيوب. احنا ما نيجي نبص على سي تي ولا اما ار برين بنبص عليها فور باي فور. الاول اول اربعة ايتمز. السكالب والسكالب 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 سبيسيز والسايز والخيب بتاع تاني اه اربعة هما دول اتنين كل واحد فيه فيه اه اه فيه فور لوبس. يبقى احنا بنبص على تمانية لوبس في الايتم ده. وبعد كده واتنين 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 وواحد الفيرمز. والبيزل جانجلا والسلامايا على الناحيتين. والبرينستيم والابر سيرفايكال كورد. لازم نبص على كل ايتم لوحده. بعد كده فيه الاوربت والبترس والبارانيزل والانفراتيمبرال بالبروتر بالنيزوفانكس بالاريا دي كلها. واخر اربعة ايتمز قبل ما نقفل الفحص لازم نبص عليهم اللي هما الفيزلز والنيرفيس والسلة والسلة الريضون يعني والبينير الريض. تمام كده? والكريني هنرفس اكيد. يبقى ده احنا حاطين اللي تشيكليست دي جنبنا هنعمل هنعمل زي تشيك مارك ان مارك على كل كل ايتم لما نشوفه فيه مشكلة ولا مفوش مشكلة. طب لو لقينا ايتم فيه مشكلة هنعلم ان الايتم ده فيه مشكلة ونكملهم. ما نبدأش المرحلة الرقم اتنين اللي هي الديسكريبشن والاناليس بتاع الفايندينج الا ازا كنا تأكدنا ان كل الايتمز دي مفاش حاجة. لانه المشكلة التانية اللي بتحصل اللي هي ساتسفاكشن وفايندينج. اللي هي ان انا لقى فايندينج فنشغل بيها واقول خلاص هي الكيس كده كلها. المشكلة دي هي دي ويبقى فيه فايندينج تانية مهمة وقد تكون هي المور اه اه يعني هي دي المشكلة الحقيقية مش اللي انا مش الحاجة الكبيرة اللي خدت عناية في الامل. تمام? طيب. علشان اه ما نضيعش وقت دون ناس ثانية بيلعبهم ويضع.